أكثر ما يقلق الناس في هذا الزمان هو الخوف على الأرزاق بسبب التغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية وغلاء الأسعار مع أن قضية الرزق قضية محسومة الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لجميع خلقه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها يعني نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء رزقها على الله ولو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم قيل لبعض الصالحين لقد أصبح رغيف الخبز بدينار فقال والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني والحسن البصري قال له صاحبه ماذا سنأكل غدا فقال له الحسن وهل طالبنا الله بعمل غد حتى نطالبه برزق غد فكن على يقين يا عبد الله أننا لن نمو حتى نستوفي الأرزاق فما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلابد أن يمضغاه فويحك كله بعز الحلال ولا تأكله بذل الحرام فما كان لك من رزق مقسوم سوف يأتيك على ضعفك وما كان لغيرك فلن تناله بقوتك وليس الغنى سببه الذكاء كما أن الفقر ليس سببه الغباء فلا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا راحة في الدنيا ولا راد لقضاء الله وقدره ولا سلامة من ألسنة الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت فرزقك يا عبد الله سوف يأتيك لكن لا تستعجل لا تسرق لا تأخذ رشوة لا تحارب الناس في أرزاقهم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق وموزعها بحكمته البالغة شيئان نحمد الله سبحانه وتعالى أنهما بيده لا بيد غيره الآجال والأرزاق لأن الآجال والأرزاق لو كانت بأيدينا لفترينا وتجبرنا واعلم يا حبيبي أن الرزق ليس محصورا في المال فقط وإنما الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا فالصحة رزق والزوجة الصالحة رزق وحب الناس لك رزق أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنك المشاكل والهموم هذا رزق والأخلاق أرزاق الناس فيها بين غني وفقير والمال أدنى درجات الرزق والصحة والعافية أعلى درجات الرزق فرزقك يا عبد الله والله العظيم سوف يأتيك جلس إبراهيم بن أدهم في يوم من الأيام يأكل بعض قطع اللحم المشوي فجاءت قطة وأخذت من أمامه قطعة لحم وجرت فتبعها إبراهيم ووقفت القطة أمام زحر مفتوح فرمت قطعة اللحم وجرت للمرة الثانية وفجأة خرج ثعبان أعمى فقئت عيناه خرج على رائحة اللحم فأخذ قطعة اللحم ثم رجع إلى جحره مرة ثانية فبكى إبراهيم بن أدهم وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا ومن أسباب سعة الرزق التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل هو اعتماد القلب على الله فإياك يا عبد الله أن تعتمد على نفسك إياك أن تقول أنا أفعل الذي علي والباقي على الله المسألة ليست مناصفة بينك وبين الله بل قل أنا أفعل الذي علي والأمر كله بيد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا وسئل حاتم الأصم بما حققت التوكل على الله قال بأربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته ويقول شيخ الإسلام كما جاء في جامع المسائل قال من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل ومن أسباب سعة الرزق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل ومن أسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار وهو أن تقول أستغفر الله أو اللهم اغفر لي فإن استطعت أن تستغفر في اليوم مئة مرة أو ألف مرة فافعل قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ونصيحتي لكم يا إخوة اهتموا بالتجارة والعمل فالتاجر الصادق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والإسلام العظيم حثنا على العمل والتجارة والإسلام ليس ضد الغنى لأن المال هو عصب الحياة والغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر قال الشيخ الألباني قديما أتمنى أن أكون ملياردير حتى أوسع على فقراء المسلمين فالعمل مفتاح الأمل وأضيب الكسب عمل اليد واليد العليا خير من اليد السفلى والتعفف خير من التكفف فالعمل أشرف ألف مرة من ذل السؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهتموا بالتجارة والعمل فقد كان إدريس عليه السلام خياطا وكان داود عليه السلام حدادا وكان زكريا عليه السلام نجارا وموسى عليه السلام رعى الغنم استئجارا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة وما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده فالعمل شرف والبطالة تلف وسف التراب أهون من الوقوف على الأبواب في يوم من الأيام أمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد عبد الله بن مسعود ورفعها بين الصحابة وكانت خشنة من العمل فقال النبي إن هذه اليد يحبها الله ورسوله فنصيحتي لك يا أخي اهتم بالعمل والتجارة ولا تكن عالة على أحد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني وأحب أن ألفت أنظاركم إلى أمر مهم التجارة والعمل أفضل من الوظيفة لأن الموظف في منتصف الشهر يعلن إفلاسه أما التاجر فقد يكسب في اليوم الواحد ألف جنيه التاجر هو رجل حر أما الموظف فهو رجل مقيد وملتزم بالحضور والانصراف الموظف يعيش موظفا ويموت موظفا ما سمعنا عن موظف اشترى فدان أرض أو عمارة فتسعة أعشار الرزق في التجارة ومن أخطر أسباب ضيق الرزق الوقوع في الزنا ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن زيد بن عمر بن نفيل في أيام الجاهلية صعد على سطح الكعبة وقال يا معشر قريش إياكم والزنا فإنه يورث الفقر ولو بعد حين والإخوة السوريون يقولون في بلادهم بلهجتهم في حمص وحماه ودمشق وحلب يا زلمة أي رجل يا زلمة ما يصير زنا وغنى فإياك والزنا فإنه سبب من أسباب الفقر يقول الله عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأختم بحديث النبي الذي صححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تمور حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته وختاما لا يسعني إلا أن أقول أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا حتى الملتقى لكم مني أطيب المنى